بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السادس من دروس تفسير سورة الحج للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثامنة والعشرين وما بعدها إلى الآية الثالثة والثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقة ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق يقول الإمام في تفسير قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فيه مسائل المسألة الأولى أنه تعالى لما أمر بالحج في قوله وأذن في الناس بالحج ذكر حكمة ذلك الأمر في قوله ليشهدوا منافع لهم واختلفوا فيها فبعضهم حملها على منافع الدنيا وهي أن يتجروا في أيام الحج وبعضهم حملها على منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة وهذا مروي عن محمد الباقر رضي الله عنه وبعضهم حملها على الأمرين جميعا وهو الأولى الأولى أن يجمع المسلم بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة لذلك قال في الدعاء الذي جاء عقب قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا فهنا الأولى أن يجمع الإنسان بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة فقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم يشمل منافع الدنيا من الاتجار في أيام الحج وكذلك يشمل منافع الآخرة من طلب العفو والمغفرة المسألة الثانية إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات المسألة الثالثة كنا عن الذبح والنحر بذكر اسم الله تعالى لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه عز وجل إذا نحروا وذبحوا وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يذكر اسم الله تعالى وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان قال مقاتل إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك وتستقبل القبلة إذا ذبحت فقل بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك وتستقبل القبلة وزاد الكلبي فقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال القفال وكأن المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها فكأنه يبذل تلك الشاتة بدل مهجته طلبا لمرضات الله تعالى واعترافا بأن تقصيره كاد أن يسحق مهجته المسألة الرابعة أكثر العلماء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأن الأيام المعدودات أيام التشريق وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن رحمهم الله ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى واحتجوا بأنها معلومة عند الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرها ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة والمشعر الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء إنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أبي مسلم قال لأنها كانت معروفة عند العرب وهي أيام النحر وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله وأما قوله بهيمة الأنعام فقال صاحب الكشاف البهمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبح فبينت بالأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز وأما قوله تعالى فقلوا منها فمن الناس من قال إنه أمر وجوب فقلوا منها من الناس من قال إن الأمر هنا للوجوب لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون منها ترفعا على الفقراء فأمر الله عز وجل المسلمين بذلك لما فيه من مخالفة الكفار ومساواة الفقراء ومراعاة التواضع وقال الأكثرون إنه ليس على الوجوب ثم قال العلماء من أهدى أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف ثم قال العلماء من أهدى أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومنهم من قال يأكل الثلثة ويدخر الثلثة ويتصدق بالثلث ومذهب الشافعي رحمه الله أن الأكل مستحب والإطعام واجب فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم يجزه هذا فيما كان تطوعا فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان كدم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها وأما قوله وأطعم البائس الفقير فلا شبهة في أنه أمر إيجاب والبائس الذي أصابه بؤس أي شدة والفقير الذي أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر قال ابن عباس رضي الله عنهما البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه والفقير الذي لا يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه يكون وجه غني على ما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يظهر عليه البؤس وأما قوله ثم ليقضوا تفثهم فقال الزجاج إن أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير وقال المبرد أصل التفث في كلام العرب كل قادورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها والمراد هاهنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والمراد من القضاء إزالة التفث المراد من قوله ثم ليقضوا تفثهم إزالة التفث وقال القفال قال نفطويه سألت أعرابيا فصيحا ما معنى قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم فقال ما أفسر القرآن مع كونه فصيحا تحرج عن تفسير القرآن ولكن نقول للرجل ما أتفثك وما أدرنك ثم قال القفال وهذا أولى من قول الزجاج لأن القول قول المثبت لا قول النافي وأما قوله وليوفوا نذورهم فقرئ وليوفوا بتشديد الفاء ثم يحتمل أن يكون المراد ما أوجبه الدخول في الحج من أنواع المناسك ويحتمل أن يكون المراد ما أوجبوه بالنذر الذي هو القول وهذا القول هو الأقرب فإن الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسه من الهدي وغيره ما لولا إيجابه ذلك على نفسه لم يكن الحج يخطضيه فأمر الله تعالى بالوفاء بذلك وأما قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فالمراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة وأما كون هذا الطواف بعد الوقوف ورمي الجمار والحلق ثم كونه في يوم النحر أو بعده فهذا فيه تفصيل وسمي البيت الحرام البيت العتيق لوجود أحدها العتيق معناه القديم لأنه أول بيت وضع للناس وهذا مروي عن الحسن وثانيها لأنه اعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى وهو قول ابن عباس وقول ابن الزبير رضي الله عنهم ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قصده أبرهة فعل به ما فعل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قوله فجعلهم كعصف مأكول فإن قيل فقد تسلط الحجاج عليه فالجواب قلنا ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به عبد الله بن الزبير وإنما تحصن به عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فاحتال لإخراجه ثم بناه وثالثها لم يملك قط وهذا مروي عن ابن عيينة ورابعها اعتق من الغرق وهذا عن مجاهد وخامسها بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل واعلم أن اللامة في قوله ثم اليقضوا واليوفوا وليطوفوا لاموا الأمر وفي قراءة ابن كثير ونافع والأكثرين تخفيف هذه اللامات وفي قراءة أبي عمر تحريكها بالكسر ثم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال صاحب الكشاف ذلك خبر مبتدأ محذوف ذلك في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله خبر مبتدأ محذوف أي الأمر والشأن ذلك كما يقدم الكاتب جملة من كلامه في بعض المعاني فإذا أراد الخوض في معنى آخر كما يقدم الكاتب جملة من كلامه في بعض المعاني فإذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا وقد كان كذا والحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها والحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاما في جميع التكاليف يعني تعظيم جميع حرمات الله عز وجل ويحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق بالحج لأن الحرمات جمع حرمة وهي ما لا يحل هتكه وكل ما كلف الله عز وجل به العبد له هذه الصفة سواء أكان من مناسك الحج أو من غيرها فيحتمل أن يكون عاما في جميع التكاليف ويحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق بالحج وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس الكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الشهر الحرام والشهر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام إذن هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم الحرمات خمس الكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام وقال المتكلمون ولا تدخل النوافل في حرمات الله تعالى النوافل تقابلها المكروهات وفي الوسط المباحات الحرمات تقابلها الواجبات فإذن النوافل لا تدخل في حرمات الله تعالى فالحرام هو ارتكاب المحرم المحضور أو ترك الواجب فالنوافل لا تدخل في حرمات الله تعالى وكذلك المندوبات وقوله فهو خير له عند ربه أي فالتعظيم خير له للعلم بأنه يجب القيام بمراعاتها وحفظها وقوله عند ربه يدل على الثواب المدخر لأنه لا يقال عند ربه فيما قد حصل من الخيرات قال الأصم فهو خير له من التهاون بذلك ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال وأحلت لكم الأنعام فقد كان يجوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالأنعام أيضا تحرم فبين الله تعالى رفعا لهذا الوهم أن الإحرام لا يؤثر فيها فهي محللة واستثنى منه ما يتلى في كتاب الله تعالى من المحرمات من النعم وهو المذكور في سورة المائدة وهو قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وقوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا في سورة الأنعام ثم إنه سبحانه لما حث على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد الله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة فكأنه قال فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله ولا تقربوا منه شيئا لتماديه في القبح والسماجة وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان وسمى الأوثان رجسا لا للنجاسة لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس ولأن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسة ثم قال الأصم إنما وصفها بذلك لأن عادتهم في المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها وهذا بعيد وقيل إنه إنما وصفها بذلك استحقارا واستخفافا وهذا أقرب كما قال إنما المشركون نجس وقوله من الأوثان بيان للرجس وتمييز له من هنا بيانية وليست تبعيضية كقوله عندي عشرون من الدراهم لأن الرجس لما فيه من الإبهام يتناول كل شيء فكأنه قال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان وليس المراد أن بعضها ليس كذلك يعني أن من هنا بيانية ولا يمكن أن تكون تبعيضية لأن كونها تبعيضية يقتضي أن بعض الأوثان رجس فهذا يفسد المعنى لأن كل الأوثان رجس والزور من الزور والازورار وهو الانحرار كما أن الإفك من أفكه إذا صرفه والمفسرون ذكروا في قول الزور وجوها أحدها أنه قولهم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون وثانيها شهادة الزور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فلما سلم قام قائما واستقبل الناس بوجهه وقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا هذه الآية وثالثها أن معناها الكذب والبهتان ورابعها قول أهل الجاهلية في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وأما قوله تعالى حنفاء لله فقد تقدم ذكر تفسير ذلك وأنه الاستقامة على قول بعضهم والميل إلى الحق على قول آخرين والمراد في هذا الموضع ما قيل من أنه الإخلاص فكأنه قال تمسكوا بهذه الأمور التي أمرت ونهيت على وجه العبادة لله وحده فكأنه عز وجل قال تمسكوا بهذه الأمور التي أمرت بها ونهيت عنها على وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك غير الله به ولذلك قال غير مشركين به وهذا يدل على أن الواجب على المكلف أن ينوي بما يأتيه من العبادة الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إذن هذا يدل على أن الواجب على المكلف أن ينوي بما يأتيه من العبادة أن ينوي الإخلاص فبين تعالى مثلين للكفر لا مزيد عليهما في بيان أن الكافر ضار بنفسه غير منتفع بها وهو قوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير هذا المثل الأول أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشبيها مركبا فكأنه قيل من أشرك بالله عز وجل فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس وراءه إهلاك من أشرك بالله عز وجل فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس وراءه إهلاك بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفه الطير فتفرقت أجزاؤه في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة هذا إن كان تشبيها مركبا وإن كان تشبيها مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله كالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة وشبه الشيطان الذي يطرحه في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاو المتلفة هذا إذا كان التشبيه مفرقا شبه الإيمان في علوه بالسماء وشبه من ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء وشبه الأهواء التي تتنازع أفكار العبد بالطير التي تختطف وشبه الشيطان الذي يطرحه في وادي الضلالة بالريح التي تهوي به بما عصفت أو بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاو المتلفة وقرئ بكسر التاء والخاء والطاء فتخطفه قرئ بكسر التاء والخاء والطاء فتخطي فهو يعني فيها صعوبة بكسر التاء والخاء والطاء مع التشديد كلها مكسورة ثلاث حروف متوالية مكسورة مع تشديد الطاء وهي قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرئ الرياح ثم إنه سبحانه أكد ما تقدم فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فقال بعضهم يدخل فيه كل عبادة وقال بعضهم بل المناسك في الحج وقال بعضهم بل المراد الهدي خاصة والأصل في الشعائر الأعلام التي بها يعرف الشيء فإذا فسرنا الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجهين أحدهما أن يختارها عظام الأجسام حسانا جساما سمانا غالية الأثمان وأن يترك المكاس في شرائها فقد كانوا يتغالون في ثلاثة ويكرهون المكاس فيهن الهدي والأضحية والرقبة روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب والوجه الثاني في تعظيم شعائر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لابد وأن يحتفل به ويتسارع فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لابد وأن يحتفل به ويتسارع فيه فإنها من تقوى القلوب أي أن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لابد من راجع من الجزاء إلى من ارتبط به وإنما ذكرت القلوب لأن المنافقة قد يظهر التقوى من نفسه ولكن لما كان قلبه خاليا عنها لا جرم لا يكون مجدا في أداء الطاعات وأما المخلص الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة فالجواب قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق يقول الإمام اعلم أن قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لا يليق إلا بأن تحمل الشعائر على الهدي الذي فيه منافع إلى وقت النحر ومن يحمل ذلك على سائر الواجبات يقول لكم فيها أي في التمسك بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده والأول هو قول جمهور المفسرين ولا شك أنه أقرب وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورها أما قوله إلى أجل مسمى ففيه قولان أحدهما أن لكم أن تنتفعوا بهذه البهائم إلى أن تسموها ضحية وهديا فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال آخرون لكم فيها أي في البدن منافع مع تسميتها هديا بأن تركبوها إن احتجتم إليها وأن تشربوا ألبانها إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعني إلى أن تنحروها هذه هي الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اختيار الشافعي وهذا القول أولى لأنه تعالى قال لكم فيها منافع أي في الشعائر ولا تسمى شعائر قبل أن تسمى هديا وروا أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد فقال صلى الله عليه وسلم اركبها فقال يا رسول الله إنها هدي فقال صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك وروا جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهر واحتج أبو حنيفة رحمه الله على أنه لا يملك منافعها احتج بأنه لا يجوز له احتج أبو حنيفة رحمه الله على أنه لا يملك منافعها بأنه لا يجوز له أن يؤجرها للركوب فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات يقول الإمام هذا ضعيف لأن أم الولد لا يمكنه بيعها ويمكنه الانتفاع بها فكذا هاهنا وأما قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق فالمعنى أن لكم في الهدايا منافع فالمعنى أن لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأما قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق فالمعنى أن لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق أي وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله هديا بالغ الكعبة وبالجملة فقوله محلها يعني حيث يحل نحرها وأما البيت العتيق فالمراد به الحرم كله ودليله قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أي فلا يقرب الحرم كله فالمنحر على هذا القول كل مكة ولكنها تنزهت عن الدماء إلى منا ومنا من مكة قال صلى الله عليه وسلم كل في جاج مكة منحر وكل في جاج منا منحر قال القفال هذا إنما يختص بالهدايا التي بلغت منا فأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإنما حله موضعه وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثالثة والثلاثين ونقف عند الآية الرابعة والثلاثين وهي قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين